اشتركوا في القناة سيكون فيها خشف ومزح وقدر لم يذكر أن السبب هو تصدع سطح الأرض وانشقاقها إنما السبب هو المعاصي فقال سيكون في هذه الأمة خشف ومزح وقدر إذا ظهرت القيال والمعازف وسربت الخمور أيها المسلمون لقد جرت سنته تعالى في خلقه أن يعامل عباده حسب ما عملوا إن خيرا فخير وإن شرا فشر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عروا لعلهم يرجعون وشعم هذه الدنوب والمعاصي والتي يعاقب الناس بسببها لا يصيب المباشرين لها فقط بل يصل حتى للصالحين والمؤمنين فقد سألت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنا أهلك وفين الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث والخبث يا عباد الله كل معصية عصي الله تعالى بها في البلاد أو في البحر أو في الليل أو في النهار لذلك كان من الواجب علينا جميعا أن نحذر من ذلك وأن لا نعمن مكر الله خاصة معركة بالمعاصي وأيضا من سنته تعالى أنه يمهل أقواما ويرجع عذابهم إلى وقت آخر ونحن الآن اطلعنا مع بعضنا البعض على هذه العلامات ورأينا أن جميعها قد وقع ورأينا بالفعل أنها تشير إلى آخر الزمان وتبين أن الفترة التي نعيشها الآن هي الفترة التي تسبق قيام الساعة غير أن أكثر الناس اليوم لا يفكرون في هذا الموضوع أو هم لا يريدون التفكير فيه وهم لا يتحملون قراءة أخبار التوارث ولا يطيقون مشاهدة فيلم عن الموت أو عن الأزمات التي تحل بالإنسان وهم يفرون من التفكير في القيامة بسبب الخوف بينما هم حتما سوف يلاقون ساعتهم في يوم من الأيام يقول الله تعالى متحدثا عن احتراب الساعة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبعزول الله الواحد القهار من الإشارات التي ذكرت في الأحاديث النبوية وفي آيات القرآن الكريم يتوالى وقوعها واحدة تلو الأخرى والعالم يعيش تطورات لم يشهدها في أي وقت من أوقات التاريخ وطورات سريعة من نعيشها في اليوم وعلى الناشئة لا يقفلوا عن هذه العلامات فعليهم أن يأخذوها مأخذ الجد وأن ينظروا إليها نظرة المتبصرة وعلى ما تأخذ الزمان هي في الحقيقة خذار مهم وتذكير فيه الكثير من الخير قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أنتم عنه معرضون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون العلامة القدرة السابعة الخسوف الثلاثة عن خذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات فذكر منها وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب صحيح نزل ومثل كل منضوع فإن في هذا المقام أيضا ما نفهم فيه وهو ما جاء في القرآن الكريم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا